السلام عليكم في حلقة جديدة من حلقات افهم ايكيو معكم احمد سالم النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض تيست اتنين احنا نحللنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت التلات حلقات اللي احنا قدمناهم ان انا حلت فيه بيدي اف وون مش هرغي معاكم احاول ان احنا ننجز اعذروني لو الفيديو طول او حاج لان انا هحل 25 سؤال نظرا ان الناس بتقعد في الكومنت بتقول لي انت كمل انت ليه ما كملتش والكلام ده فان شاء الله هنبدأ نحل 25 سؤال تعالى النهاردة كده اول سؤال بيقولك ايه لازم اهم حاجة قبل ما تحل تبقى فاهم السؤال بيقولك ايه مهم جدا 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 تبقى عارف السؤال بيقولك ايه ومطلوب منك ايه طيب هو بيقولك يعني ايه اني شكل من الاشكال دي اللي هما a و b و c و d هيكمل السلسلة اللي قدام الغريبة دي طيب مبدأين كده احنا ايه اللي شايفينه قدامنا ما انت لازم وانت بتحل تسأل نفسك المعايير الاساسية بتاعتنا لون حركة شكل طيب احنا دلوقتي قدامنا مربع ابيض وفيه خط هو قدامنا تمام زمانة بشاور كده وفيه مستطيل ابيض وفيه مستطيل شبهه بس اسود كذلك نروح على الشكل التاني مربع ابيض خط اسود مستطيل ابيض مستطيل اسود طيب تعالى نعد الاشكال 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 يبقى معيار عدد ما فيش طيب تعالى نشوف معيار لون كله ابيض وكله اسود ما فيش اي معيار للون طيب ايه تانيه هنبدأ نبص بقى على الحركات معيار الاتجاه معيار الاتجاه طيب تعالى ناخد كل شكل من دوله نعمله تحليل في الاربع اشكال يعني احنا عندنا ادي شكل اتنين تلاتة اربعة طيب هناخد ايه شكل شكل ونحلله تعالى معايا كده في برنامج ناخد احنا طبعا عندنا ايه في الاشكال عندنا في ايه هناخد المربع اللابيض عندنا مربع اللابيض بس قبل ما نبدأ نحلل الشكل احنا كان عندنا المربع اللابيض هنا ايه المربع اللابيض هنا كان الاتجاه بتاعه شمال فوق شمال فوق يبقى احنا هنرسم اربع مربعات بيدا تمام اربع مربعات بيدا وناخد الاتجاه بتاعتهم تمام زي هو زي ما هو عامل كده. تمام? هنحللهم. نحلل شكل شكل. تمام. عندنا هنا شمال فوق. حلو? حلو. طيب المربع التاني موجود فين? شمال تحت. يا ليت الناس بس ما تتريقش وتخدني على قد عقلي وتهودني. وبعد كده نبدأ نتناقش. شمال تحت. طيب بعد كده يمين تحت. يمين تحت. يمين تحت. انا مش فهم حاجة يعني في ناس تقولك ايه من تحت وشمال تحت. انت هتهرج. ما تقولي عمل حل وخلاص لأ. واحدة واحدة عشان نعرف. احنا هنعمل ايه. لان الاي كيو ده بالزات بيبقى لي اه يعني لي وجهة نظرك انت. انت بتطلع وجهة نظرك في الشكل. انت بتقلبها من كل النواحي طب ايه طب ايه? ممكن تلاقي فعلا حل ما يخطرش على البال وهو تلاقي اللي هو دي اللي اجابة صح ممكن تبقى الناس شايفها اللي انت بتقوله ده الايه العبط اللي انت بتقوله ده ويتلع العبط ده هو الصح. فممكن يكون العبط اللي انا عمل بعمله ده هو الصح. فعشان ما ننغيش عشان الناس بتزهق مننا بسرعة. فاخر حاجة عندنا احنا قلنا خلاص التلاتة دول. المربع الاخير موجود فين? في اليمين فوق. يمين. يمين. فوق. طيب. في قاعد انا اخترعتها وانا بحل الاسئلة دي الحقيقة. قالك ان انت. الاجابة بتاعتنا. بالنسبة الكل ناتج شكل. هتبقى عكس اتجاه اخر حاجة انت نطقتها. اخر حاجة احنا نطقناها ايه هي? يمين فوق. يبقى الشكل اللي هيجي هيبقى شمال فوق. هيبقى شمال فوق. فين الشمال فوق? عفوا. شمال فوق هنا هو. يبقى مربع اللي بيدي هنا هو. ناخد بس الاستيكة. احنا دلوقتي احنا بنستنتج الشكل اللي هو بالنسبة لنا هيطلع في الاخر الاجابة بتاعتنا اللي احنا هندور عليها ما بين الاشكال. تمام? تمام. يبقى احنا دلوقتي هنا هتبقى في اجابة لسه مش عارفين ايه هي. احنا كده حللنا الشكل الايه اول مربع. مربع خلاص اخر حاجة قلنا كانت يمين فوق. فهيجي نحطه هنا في الشمال فوق. هنا في الشمال فوق. انا قلنا القاعدة ايه هي? القاعدة. هنكتب القاعدة ايه? القاعدة عشان الناس تبقى مركزة. احنا عملنا ايه? القاعدة. انا باخد ايه? باخد عكس اتجاه اخر شكل. باخد عكس اتجاه اخر شكل. اعذروني لو كان الخط غريب شوية لاني طبعا انا مش بكتب بايدي. طيب ناخد الشكل اللي بعدي. ناخد الشكل. نحلل الشكل اللي بعدي. احنا كده حللنا اول شكل اللي هو المربع الابيض. هناخد ايه? الشكل اللي بعدي. طيب الشكل اللي بعدي اللي هو ايه? المستطيل الابيض. المستطيل الابيض كده سريعا. احنا كده عرفنا الفكرة بقى. نكمل الباقي على بقية الاشكال. هنا الشكل ايه كان عندنا مستطيل الابيض هنا شمال تحت. يمين تحت. شمال تحت. يمين تحت. يبقى اللي جاي ايه? هيبقى شمال تحت. يبقى شمال تحت يعني هنا. شمال تحت. تمام. تمام. طيب. آآ ناخد الشكل اللي بعديه. اللي هو المستطيل الاسود. اللي هو الايه? المستطيل الاسود. تمام. طيب المستطيل الاسود عندي كان هنا ايه? يمين. تحت. بعد كده يمين فوق. شمال فوق. شمال تحت. هيبقى ايه? يمين تحت. انت بتاخد اتجاه عكس اخر شكل فقط. يعني لو كان تحت يبقى تحت. لو كان فوق يبقى فوق زي ما هو. انت بس ما بتغيرش التحت ولا الفوق. انت بتغير الاتجاه نفسه. سواء آآ كان آآ يمين فهيبقى شمال. لو كان شمال هيبقى يمين. فهو هنا عندنا فين? ملناش دعوها تحت ولا فوق انه هو هنا في الشمال هيبقى فين? طبعا في الاتجاه برضو نخلينا مهمة اوي في الوضع بتاعه تحت ولا فوق. فهو هنا تحت هيبقى ايه? الشمال تحت هيبقى يمين? ايه هيبقى يمين تحت? هيبقى يمين تحت? ايبقى احنا نيجي نزلل هنا كده المستطيل ونلونه بسود. تمامي? طيب. كده هيبقى فاضل ايه? هيبقى فاضل ايه من الاشكال عندي? هيبقى فاضل المستطيل ده. طب والله انا بالنسبة مش هيفرق حاجة في المستطيل اوي. بس خلينا ايه? ناخد نشوف النتيجة اللي احنا عملناها دي. يعني النتيجة اللي احنا عملناها دي. موجودة في الاختيارات ولا لا? اللي هو مربع هنا ومستطيل هنا ومستطيل هنا. هنلاقي فعلا ان الاجابة اللي احنا عملناها دي هي موجودة في اللي هي الاجابة رقم بي. يعني الاختيار رقم بي هو الاجابة بتاعتنا. بغض نظر عن المستطيل اللي هو الخط ده لان فيه ناس هتقول لك انت بقول الخط ده ايه زروفه خلاص عادي انت اصلا انت الرؤية واضحة انت عملت تلات اشكال يعني متهيق لي ايه ما فيش ولا ناتجة ايه ولا سي ولا دي بتقول بتحقق الشرط اللي احنا بنقوله لكن فعلا احنا لما جينا شفنا عملنا القاعدة بقى احنا بناخد ايه عكس اخر اتجاه مربع الابيض هنا كان يمين فوق خلناه زي ما هو فوق بس قلنا ايه يبقى شمال المستطيل الابيض كان اخر حاجة كان يمين فوق عفوا كان يمين تحت فخلناه شمال تحت هنا كان ايه كان شمال تحت خلناه يمين فبالتالي الاجابة هي بي ودي كانت اول حاجة اللي هي ايه عندنا الاجابة بي بعيدا عن قلنا ايه الخط ده خلاص دي اللي هي ايه دي اول سؤال عندنا طيب هناخد هناخد تاني حاجة عندنا تاني حاجة عندنا بتقولك برضو نفس الكلام which figure complete the series which figure complete the series برضو عايز يقول لي ايه الشكل اللي هيكمل سلسلة تعالى نمشي بنفس الوي بالنسبة ليه المعين اللي قدامنا ده المعين هنا كان شمال فوق بقى شمال تحت بعد كده يمين تحت بعد كده يمين فوق طب اللي هيجي هيبقى ايه هيبقى شمال فوق هيبقى شمال فوق تعالى نحلها هنا كده نجيب مسود ده تمام طب نجيب ورقة فاضية تانية نيو ماشي احنا هنتكلم في الحل بالنسبة لنا هيبقى احنا قلنا ايه اخر حاجة عندنا قلنا هنا كان في اليمين فوق هيبقى في الشمال فوق شمال فوق طبعا هنعتبر ان ده متظلل كده هو طيب في حاجة تانية عندنا لاحظنا ان فيه عندنا خطة هنا هو كان هنا وبعد كده بقى هنا بعد كده بقى هنا بعد كده بقى هنا لاحظنا ان هو ماشي ازاي يعني هو عمال كان هنا وبعد كده اتحرك كده هو وبقى هنا بعد كده اتحرك كده هو وبعد كده راح هنا يعني اللي هو ايه ماشي مع اتجاه عقرب الايه ماشي مع تق external neuron ماشي ما أعتبر أنه كان هنا راحهين ماشي مع ايه مع awkward Про نرسم الوضع يف foto الخط فو ماشي مع Rust ندخيل 주고 نتخيل الأوضاع الخط بدأher الخط بدأ من هنا هو. بعد كده في تاني شكل راح هنا هو. تمام? بعد كده الشكل اللي بعديه راح هنا هو. بعد كده اخر شكل راح هنا هو. طيب. احنا بقى هنعمل حركة زريفة قوي كده. هنعتبر ان احنا عندنا ساعة. عندنا هنا رقق الساعة هنا اتناشرة اهي. تمام? بعد كده هنا واحدة. بعد كده هنا تلاتة. مثلا تلاتة ونصر لخمسة مثلا. ستة. ستة ونصر لخمسة مثلا. تسعة. مثلا هنقول مثلا وليكن عشرة ولا حداشر. اي ان كان. هنعتبر ان احنا هنا في وقت. يعني هنا مثلا هنقول ايه? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. تمام? ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. حلوة اوي. احنا انتو اللي هخليكنتو برضو تستنتجوا الايه? الاجابة معا. يعني واحنا بنهل. اول شكل كان المستطيل هنا اول كان الخط مش عرفت خلبها معا نستطيل ليه. كان الخط هنا عند رقم واحد. بعد كده نط راح هنا. يعني فوت اتنين وتلاتة وراح على اربعة. بعد كده راح هنا. يعني فوت خمسة وستة. تمام? وجيه هنا عند سبعة. حلوة اوي. احنا لاحظنا ان هو ايه بعد كده جيه هنا. ان هو بيفوت حكتين. بعد كده فوت تمانية واحد وجيه اتنين. طب الوضع اللي هيجي بعديه هيبقى ايه? هيفوت التلاتة والا اربعة ويجي عند الخمسة. يبقى الاجابة الخط هيبقى هنا كده هو. متهيلا الموضوع بقى واضح. طيب تعال نشوف بقى ايه اللي في الاشكال اللي عندنا اللي بيبقى فيه المعين فوق على الشمال من فوق. متزلل والخط بتاعه موجود في النص. هنلاقي ان اللي بيحقق الموضوع ده هي الاجابة سي. اللي بيحقق الموضوع ده الاجابة سي. وده كان داني سؤال. ندخل على اللي بعد ايه? تمام برضو عندنا اربع اشكال. ادي شكل. ادي التاني. ادي التالت. ادي الرابع. تمام? اوي. لاحظنا ايه? لسه احنا عملنا حاجة هتقولي لاحظنا ايه? طيب طبعا تعالى نشوف برضو انتست المعيار. اولا في موضوع ده بيبقى محتاج انت تشوف ايه الحركة. يعني انت بتتابع. او اكيد في حركة بتحصل. بناء عليها انت بتتابع الوضع الجديد هيبقى ايه? تباعا للستيبس اللي فاتت. دي فكرة كومبيليد ده سيريز. يعني انت زي ايه? اه يعني زي خطوات كده زي ما بيبقى في مصنع. فيه سايكل ماشية معينة. بعد كل سايكل بتحصل حاجة. وهكذا نفس الكلام في السؤال ده. في هنا سايكل ماشية. كان المستطيل هنا ايه? كان مقسوم لنصين. حت طبيدة وحت صودة. تمام? اه بعد كده انت نقل الناحية التانية نزل لتحت. يبقى كان فوق ونزل لتحت. اتغير اللون. وزاد مربع. بقى كده تلع لفوق. اتغير اللون وزاد مربعين. خلينا فاهمين ان المربعات تمام عمالة بتزيد. بعد كده. نزل لتحت. اتغير اللون وبقوا تلات مربعات. يبقى الطبيعي اللي هيجي هيبقى ايه? هيبقى ايه? هيبقى ايه? هيتغير اللون. تمام? يعني هو تحت هيبقى فوق ويبقى اربع مربعات. خلاص احنا حلنا الحل اهو او حلنا السؤال بقت الاجابة هي ايه? بالنسبة لي كان تحت اهو الشكل اللي بعده بقى اهو. فوق تحت. فوق تحت. فوق. مربع اتنين تلاتة اربعة. ولا بي ولا سي ولا دي. بتحقق الشكل. فايه طبعا بالنسبة للاجابات هي الشمس. طيب اه السؤال ده ريخم شوية. يعني انا معاكم فان هو ريخم وفيه ناس ممكن ما تفهموش وناس هتسألني فيه بعد الحلقة لما هتتسجل وهتترفع. ناس هتقول لي انا برضو مفهمتوش. يا ريت نحاول نركز فيه لان هو اصلا شوية متخلف. يعني هو في حاجة غلط. انا حاولت ان انا يعني اوصل المعلومة في السؤال ده وادور على اجابة منطقية الناس تقتنع بيها. طيب. هنا كان عندنا زي شكل الاسنايبر. والشكل ده كان جنة برضو في بي دي اف وون. طيب. فعندنا هنا شكل الاسنايبر اهو. تمام. وبعد كده لقينا ايه. جينا في الشكل التاني راح تلعت حتة كده سوانططة من الخط الافكي. في الشكل اللي بعديه راح مطول الخط الرأسي. بعد كده في الشكل اللي بعديه راح جمع بين الخطوتين التانية والتالتة. اللي هو خد الحتة الصغيرة من الافكي وراح مطاول الرأسي. طيب لما انا جيت يعني بحثت وشفت الموضوع وعرفت الاجابة طبعا تأكيدا ما هنا بعد ما بخلص بتشيك على الاجابات بتاعتي بشوف انا اجابتي صح ولا لا. انا مجرد اللي بعمله ان انا بفهم الناس الاسئلة دي بتبقى فكرتها ايه في الحل. بس ايه دي دي مهمتي او دي فكرة القناة يعني. او المحتوى اللي انا بقدمه ان انا بعرف لان في ناس شايفة ان الموضوع ده جديد عليها. مش دي الاسئلة الايكيو اللي احنا كنا متعودين عليها من اول. فما علينا يعني عشان ما نغيش. ونطول في الفيديو على الفاضي. لما جيت بحست وشفت لقيت ان هو الاجابة اللي هتيجي بعد كده هي هتبقى الاجابة ايه? طب ليه مش بي ولا سي ولا دي مبدئيا? عفوا هي هتبقى الاجابة دي. طب ليه مش ايه ولا بي ولا سي? مبدئيا بي مش هتنفع خالص لان هو لسه انت عندك حتتين لسه المفروض هي يعني هيبقى ايه فيه اه حتتين هنزودهم. احنا قلنا اخر حاجة زادت عندنا كانت ايه? اخر حاجة زادت عندنا اللي هو الرأسي. فاللي هيزيد بعد كده? اللي هو ايه? الافكي. طبيعي انه هيزيد الافك. طب هيزيد حتة صغيرة ولا حتة كبيرة? لا هو قالك انت زي ما زودت الرأسي حتة كبيرة هتزود الافك حتة كبيرة. بس. فهتبقى الاجابة بالنسبة لنا الاجابة دي. انا عارف ان هي ممكن تبقى اجابة مش منطقية. بس هو ده اللي متاح دلوقتي بالنسبة لنا. اه هو انا لما جيت حلية السؤال لقيت ان شايف ان الاجابة المنطقية هتبقى ايه? يعني زي ما انا زودت هنا في الخطوة التانية حتة في الافكي. وزودت الرأسي. تمام? بعد كده روح تجامع ما بين الخطوتين. هرجع بعد كده روح مزود حتة صغيرة في الافكي. فتبقى الاجابة ايه? قالك لا. اتفاجئت انه لقيته عامل الاجابة دي. ان هو ايه? الخطوة الرابعة دي. كأنه ما شافهاش. وراح مزود زي ما زود الايه الرأسي في الخطوة التالتة. راح مزود الايه الافكي زيها. وبقت الاجابة هي الايه? دي هي اللي بتكمل. ولو حد عند وجهة نظر تانية في الايجابة دي يسببها في التعليق واحنا نتناقش فيها. ممكن يكون هو صح ولا الله غلط. طيب. السؤال اللي بعده. ايه? which figure complete the series? which figure complete the series? طبعا الناس لما بتشوف الشكل المربعات الاسود في الافيوت دي. في ناس يعني زي يعني بتتصدم ايه ده انا مش فاهم حاجة ايه اللي هو الشكل ده انا بخاف منه ومبعرفش هتعامل فيه طيب اه هو الموضوع بسيط مفوش اي حاجة خالص يعني الاجابة الحقيقة سهلة جدا بس ايه احنا نفكر مع بعض كده والدنيا تبقى تماما ان شاء الله طيب تعال كده نتخيل انت اهم حاجة تبقى بتتخيل وانت بتحلي الشكل اللي قدامك طيب احنا دلوقتي فيه عندنا اهو فيه في الشكل هده فيه فتحة هنا هو بيضة يعني احنا عندنا ايه كل شكل فيها كان مربع دي مربع اسود ابيض اسود ابيض اسود ابيض وهنا اسود ده مش مربع دي فتحة يعني دي فتحة نعتبر ان ده زي تعبان وهنا بقه هنا بق التعبان هنا الحتة اللي انا بشاول عليه بالماوس دي وهنا اللون الاسود انا عندي كان مربع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تماما مربعات نفس الكلام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية والبؤجي هنا. بعد كده والبؤجي هنا. بعد كده والبؤجي هنا. ايه ها دي مش فاهم. طيب هفاهمك انا دلوقتي. اللي بيحصل ان احنا هنعتبر ان هنا الفتحة اللي هي انا بشاور عليها بالماوس دي بتتحرك عكس عقرب الساعة. يعني كده هو الاتجاه بتاعها نفتح البنتر بتيجي كده هو عكس عقرب الساعة بمعنى ان احنا عندنا اول شكل. الفتحة كانت هنا كده كانت اول شكل عندنا. كانت الفتحة في الحتة دي. بعد كده جينا في تاني شكل. طبعا في في ملحوظة تانية بتحصل. يعني دي اول حاجة. احنا بنلاحظ ان الفتحة هنا كانت هنا. وبعد كده راحت فين? راحت في هنا. بقت في الحتة دي. يبقى ايه? جايا ماشي عكس عقرب الساعة. جات هنا. بعد كده في الشكل رقم اربعة الشكل رقم تلاتة. راحت فين? تلعت لفوق. بقت هنا. يبقى كانت تحت. وراحت هنا تلعت لفوق. بعد كده اخر حاجة خالص. في رابع حاجة. جات هنا. حلوة قوي. طيب. اللي بيحصل مش بس ان البق ده او الفتحة دي بتتحرك عكس عقرب الساعة. ده اللي بيحصل كمان ان المربع الاسود في كل حرقة بيقل عدد المربعات السودة. وبتزيد المربعات البيضة. بمعنى لما كانت فالفتحة هنا. لما لفت اللفة وجات هنا. ايه? ايه اللي حصل? يعني احنا هنا اهو. تلعنا اهو. هنا. تمام? جينا هنا اهو. وبقينا الوابع بتاعنا زي ما احنا رسمين هنا. زي ما احنا جينا هنا اهو كده. اللي حصل ان انت لفيت الشكل ده. يعني انت خدت الشكل كده ككل وروح تلفيته ونقصت منه لون ايه? نقصت منه لون اسود. فهنا الشكل اللي انا بشاور عليه بالموز ده لما اتحرك هنا. بقت الحتة دي جات فوق هنا. والمربع ده جي هنا. فبقى لونه ابيض. تمام? حلوة قوي. نفس الكلام هناخد من هنا كده ونلف. نلف نلف نلف. فراح عمل ايه? رح مناقص لون. مناقص ايه? مناقص لون. مناقص ايه? مناقص لون. مناقص ايه لون. هو مش هو سبدة كده. هو اللي نقصه. نقص المربع ده. بعد كده هنيجي في رابع خطوة. نفس الكلام هنتحرك هنا. هدروح جايين هنا كده. هنخلي البق ده هنا. تمام? هيبقى فاضقي. راح هيناقص ايه لون. لما هيجي هنا كده. مناقص اللي في النص. المربع اللي في النص. طيب. هنيجي نلف لفة كمان. الطبيعي اللفة اللي هتيجي. يعني اللفة اللي هتيجي بعد ما جات هنا. اللفة اللي هتيجي. هتبقى الفتحة من تحت. طيب انا مربع اللي هيتشال بقى. انا مربع لهايتشال. لما هنيجي هنا كده. تمام? المربع اللي هيتشال اللي هو اللي في الناحية دي. تمام? المربع اللي هيتشال في الناحية اللي هو في الناحية دي. هنلف اللفة ونيجي هنا كده هنلاقي اني تبقى للكلام اللي انا بقول عليه ده. تمام? اه اني لما لما المربع دهيتشال هيتفضل المربع اللي في الناحية دي فهتبقى bilاجابة بي. طب ليه مش ايه? اولا مش ايه لان المربع اصلا ده من هنا ده ابيض. فهنا ال ايه د. على العدل اللي انا بتكلم فيها دي لما دي. هتنزل لتحت. فالمربع ده اصلا عندي ابيض. فما فيش اسود. فالاجابة مش ايه. طبعا. ولا سي تنفع. ولا دي تنفع. تمام. ولا سي ولا دي تنفع. لايه؟ عشان بسبب حتة الاتجاهات. الاتجاهات غلط اصلا. فبالنسبالي ايه? ما تنفعش. عشان المربع ده اصلا ابيض فالاجابة الصحية طيب ممكن تبقى الناس شايفة الموضوع صعب هعيدها تاني عشان اه الناس برضو تبقى العملية واضحة بالنسبة لهم تاني الجزئية دي اه احنا كان عندنا هنا كان عندنا هنا الفتحة كانت تحت وبعد كده اتحركت مع عكس عرب الساعة جت هنا بعد كده تلعيت هنا بعد كده هنا الطبيعي الخطوة اللي بعديها هتبقى تحت حلوة قوي اللي بيحصل ان كل في كل حرقة المربع اسود بيتشال في مربع اسود كان اسود بقى ابيض اول اول مربع خالص اتعمل اللي هو ايه اول مربع خالص اه اتشال اللي هو اللي كان في الناحية دي وتمام حلوة قوي وبعد كده المربع اللي بعد كده تمام اللي اتشال لما طلع لف لفة كمان المربع اللي هو ايه اللي هنا في الناحية دي سليم وبعد كده المربع اللي في النص. اخر مربع خالص هيتشال طبعا اللي هو ايه اللي هيتفضل قصدي اللي هو المربع اللي في الناحية دي. بعد ما هيتشال ايه المربعات كلها. بس فهتبع بالنسبة لها هتبقى الايجابة هي ايه بي مع اهم حاجة الاتجاه. طيب هندخل على السؤال اللي بعديه. برضو نفس الفكرة نفس رأس السؤال. برضو بيقول لك ايه. which figure complete ده statement. طيب اه الفكرة لما بيجي لي النوع ده من الاسئلة هو بيقول لك اس تو اس اس تو. يعني ايه اس تو اس اس تو. يعني انا باخد اللي فوق اللي هو الحرقة اللي حصلت فوق باخدها اتباعا او كمعطى بان انا حل الجزء اللي تحت. طيب اللي حصل عندي ايه? اللي حصل عندي اين ركز قوي? ان المربعين مع المربع دول كانوا بصين لتحت. اللي حصل ان هما تلفوا. لفوا لفة كده هو. لفوا لفة كده هو. فجمله فوق. يعني ايه? تعرف ورقة بيضة. بص اسيدي. احنا كان عندنا الشكل عامل ازاي? كان عندنا هنا في مربعين بيضة هم. مربعين بيضة هم. تمام? وفي مربع هنا هو. مربع هنا هو. نشرح للناس عشان تبقى العملية ايه واضحة? اللي حصل ان هو رح عمل ايه بقى? رح لافف الشكل ده. لفوا اللفة ايه? لفوا كده هو. بالاتجاه ده. لفوا بالاتجاه ده. فاصبح المربعين دول بقوا تحت كده هو. لما لفهم. ومربع ده تلع لفوق. هنعمل نفس الحركة دي في الشكل التاني. الشكل اللي عندنا هنا هو. الشكل اللي عندنا هنا هو. عامل كده. مربع هنا هو. تمام? ومربع هنا هو. هنعمل نفس الحركة دي. هتخيلوا بقى معايا لما هنلف دول. لما هنلف دول هنقيه? هيبقوا موجودين فوق. هيبقوا ايه? هيبقوا موجودين فوق. لما هنلفهم كده ويبقوا يعني ده. يعني انتو ملاحظين معايا ان احنا تخيلوا معايا ان احنا بنلف الشكل كله كده. كان هو بالجنب كده فلفناه بنفس الحركة اللي احنا عملناها فوق دي. فده هيطلع لفوق وده هتنزل لتحت منها هنا كده. طب فين في الاشكال اللي عندي اللي الشكل ده موجود كده. هلاقي ان الايه? ان الاجابة هي هي اللي مديها للشكل ده. طبعا ايه مش مش صح تماما. ان ايه دي اصلا بص احنا. انت بتعمل نفس الحركة اللي حصلت فوق اللي هو كان الساهم عامل كده زي ما انا قلت. فدي هتلف نفس اللفة. فهديني الايه? الاجابة سي. فستة الاجابة بتاعتها سي. طب ندخل على سبعة. متى هي اللي برضو سبعة العملية برضو نفس الكلام هناخد اللي فوق كمعطى للي تحت. كان عندي مربع دايرة سودة وطالع منها عودين كبريد. منهم عود ابيض مربعين بيود وعود فيهم مربعين سود. حلوة اللي حصل. الحركة اللي حصلت. هنروح على الحركة اللي حصلت. هنلاقي ان المربعين دول دخلوا في بعض بقوا عاملين ايه? حد يلاحظ حاجة? اه المربعين البيض لما دخلوا في بعضه بقوا عاملين مربعين سود. والمربعين السود لما دخلوا في بعضه بقوا مربعين بيض. نفس الكلام هنا. نفس الكلام هنا. برضو هناخد السنبوكسات دي بدل ما هم فقش بعد سنبوكسات اكس. المربعين البيض هنا هيخش في بعض هيبقى لونهم اسود. تمام? ودول هيخش في بعض بقى لونهم ابيض. انهي شكل اللي بيعمل معايا الكلام ده اللي هو الشكل رقم ايه? الشكل رقم بي. الشكل رقم بي هنا لما الابيض ده يخش في بعضه هيعمل اسود ولما الاسود ده يخش في بعضه هيعمل ابيض. طبعا ايه غلط وصي غلط ودي طبعا هي مش دي طبعا لاني ابيض مع ابيض بيديهن ابيض. لا هو ابيض مع ابيض بيديهن اسود. واسود مع اسود بيديهن ابيض. يبقى الاجابة بي هي الاجابة الصحة. ندخل على السعر رقم تمانية. طيب برضو نفس الكلام. نركز. تمام? وشوف ايه اللي بيحصل? لاني انا بناء على الحركة اللي بتحصل دي. انا بحل الايه? بحل السؤال بتاعي. تمام. اللي عندي في السؤال هنا بيقول لاجابة هنا مستطيل اه عفوا المربع ابيض. مربع ايه سود وجواه? مربع ابيض صغير. وخطين سود وخط رفايا. وبعد كده راح اعمل ايه? راح مش اقلب لي المستطيل كله خلى المربع اللي هنا ده اللي هو المربع ده بدل ما كان شمال فوق خلاه في اليمين تحت. بدل ان هو كان في الشمال فوق خلاه في الايه في اليمين تحت. احنا قلنا هنا المربع نركز بقى السؤال سهل جدا. لان المربع كان شمال فوق بعد كده لقناه هنا بقى في اليمين تحت. المستطيلين دول كانوا بالعرض وبقى بالطول. ده كان في اليمين هنا بقى في الشمال. يبقى كل اللي حصل ايه? ان انت عكست اتجاهات كل شكل. نفس الكلام هنا. ده كان. تعالا نطبق القاعدة على اللي تحت هنا. هناخد ايه? عندي الاجابة هنا هو. تعالا نبيضة. نعملها فورقة بيضة. اه هنبدأ بالخط. الخط هنا كان في الشمال. هنخليه فين? في اليمين. الخط كان في الشمال هنخليه في اليمين. تمام? والخطين دول كانوا بالطول هنخليهم بالعرض. نخليهم بالايه بالعرض تمام خليهم بالايه بالعرض طيب وايه تاني المربع ده كان عندي في اليمين فوق اخليه فين في الشمال تحت اخليه في الشمال تحت تعالى نشوف الشكل اللي بيعمل اللي هو الشكل ده هيبقى انا اجابة اللي هو هتبقى انا اجابة هتبقى اللي هي الاجابة بي الاجابة بي هي الاجابة الايه اللي بتحقق اللي النتيجة اللي انا عملتها دي الاجابة بي هي اللي بتحقق اللي ايه النتيجة اللي احنا عملناها دي. ندخل على سؤال رقم تسعة. تمام? احنا لحد الوقتي في نفس فكرة السؤال ما دخلناش في حاجة جديدة. طيب نركز برضو هنلاقي ان المستطيل ده الاسود راح الناحية دي عند اتحرك ازاحة هنا عند الزاوية دي. والمربع الابيض اتحرك ازاحة كبيرة. يعني اتحرك من البوزة للبوزة دي. فراح هنا. والمربع الاسود ده نزل لتاحت. هنعمل نفس الموضوع بالنسبة للشكل ده. نبدأ بقى كده برضو نيجي فرقة نضيفة كده. تمام? ونعمل نفس الايه? نفس اللي حصل. تمام? هنعمل نفس الايه? اللي حصل. في اه يعني هنمشي بنفس التكرار او بنفس الخطوات اللي اللي حصلت فوق. هنعملها تحت. طيب تعالوا نشوف. دلوقتي انا عندي المربع الاسود ده. اتحرك ازاحة. تمام? كان في الشمال راح كده. يبقى انا عندي هنا هيخد هيمشي نفس ايه? عكس الاتجاه لو كان واقف ناحيته. يعني هنا كان في الحتة في الشمال راح يمين. هنا يمين يروح شمال. يبقى المربع الاسود. تمام? تعالوا نرسم. وليكن مسلا. اه هيروح شمال هنا كده. ده المربع الاسود. بحتى ايه? بازاحة دلع. بازاحة دلع. طيب. المربع الابيض كان شمال راح يمين. ده نفس الكلام هنا هو. هيتحرك ايه? هيتحرك كده ازاحة. لان هنا مفيش ازاحات. تمام? فهو هيتحرك كده. بمسافة ايه? ازاحة. اللي هو دلع مقابل لدلعين. تمام? فهيجي هنا المربع الابيض. خلاص? ويه? المربع الاسود زي ما كان فوق هنا. نزل لتحت هنا برضو زي ما هو ينزل لتحت. فهيجي هنا كده. هيجي هنا كده. لما نيجي نشوف الشكل ده اللى هو فيه مستطيل اسود هنا. ومربع نفس القعدة اللي حصلت فوق. المربع كان الاسود هنا. كان عند البوزة الدلع ده هنا سوري يعني على موضوع البوزة ده بس انا بحاول ابسط الموضوع لاتفه واقصد راجة ممكنة. فانا كان عندي المربع الاسود كان هنا تحرك ازاحة كان شمال بقى يمين. هنا برضو نفس الكلام. كان يمين بقى شمال. خلاص? المربع الاسود ده ينزل لتحت. خلاص متى اللي بقت سهلة. انت حتى لو ما تكملتش مربع الابيض لو رخمت معك لو جيت انت حلت شكلين خلاص. فالسقف تقدر تستنتج الاجابة اللي هي دي طبعا. لاني مفيش ابيض فوق من هنا. تمام ولا اسود ده. فالموضوع واضح جدا. وضوح الشمس يعني. فالاجابة دي هي الاجابة. طيب. اه السؤال رقم عشرة. بيقول لي which figure complete the statement. تمام? ده سؤال هايف قوي. هو اللي عملوا ايه? كان عندنا خطين هنا. راح مزود خطين كمان ونحط مربع الاسود جواه. بس. هنا نفس الكلام. هنروح مزودين خط ونحط مربع الابيض. هنلاقي ان الاجابة c هي الايه? هي الاجابة اللي بتتكلم في اللي احنا بنقوله. طيب. السؤال رقم 11 سؤال متخلف. وبدأنا بقى ندخل في الاسئلة اللي فيها عكش شوية. يعني ايه? خلينا نركش شوية. اه في الاجابة. لان فعلا السؤال ده ريخم شوية وفي ناس ممكن ما تستني. يعني ما تستوعبوش. خلينا نفسر هما الاشكال هوا بيقولك. نفهم السؤال الاول بيقولك ايه? which figure is the ad out? يعني ايه الشكل اللي في الاربعة دول مالوش لازمة وهنطيره براه. مالوش لازمة معنا. طيب. تعال نبدأ كده نلاحز مسلا نمسك الشكل ايه? احنا نلاقي لو لاحزنا كده هنفتش بعينينا. هنلاقي ان فيه مسلس هنا اهو. فيه مسلس هنا اهو. تمام? وفيه مربع. وفيه مسلس كبير. حل? يبقى فيه مربع وجنب منه مسلس خلينا ركز على الشكلين دو المربع. وجنب منه مسلس. كانوا فين? كانوا فوق هنو في اللي تجاه لفق وباع كده. المربع مسلس دول جم تحت. وادي المسلس ههو. جنب منه مربع. بعد كده المسلس والمربع جم على الشمال. بعد كده المسلس والمربع جمع اليمين. جيب بقى كده في الشكل ايه راح جاب لك مسلس ومربع فوق تاني. طيب ايه لازمة اتام مانتا اجابهم لي فوق. يبقى الشكل ايه هو اللي يطلع برا. مالوش اي ستين لازم حصل. طيب. ايه هو برضو الشكل اللي في الاشكال دي? اللي هيطلع برا. تمام? جايب لك مربعين سود. تمام? جايب لك مربعين سود فوق. تمام? وبعد كده مربعين سود جنب بعد هنا تحت. بعد كده مربعين سود من الجنب هنا. وبعد كده مربعين سود من الجنب هنا. وبعد كده مربعين سود من الجنب هنا. حلوة قوي. اللي لاحظناه? يعني لاحظنا ايه? في الاشكال دي. بص هو هنا جايب لك مربعين سود جنب بعض من فوق. بعد كده مربعين سود. هنا تحت. يعني كانوا فوق. بعد كده بقى تحت. بعد كده بقى اليمين. بعد كده على اليمين فوق. بعد كده ايه? فين؟ على الشمال من فوق طيب أنا شايف من وجهة نظري تمام؟ إنه كده كده هو جاب المربعين اللي على يمين دول جابهم يمين تاني بس فوق في الشكل دي طب ما أنت ما جابتش اتجاه جديد أنت برضو جابهم يمين بس بدل تحت خلتهم فوق لكن A جابهم فوق بعد كده B تحت بعد كده C يمين بعد كده D يمين برضو لكن إيه شمال؟ ما جاتش شمال خالص يبقى بالنسبة لي الإجابة دي هي الغلط هي لمالهاش لازمة يعني آه شوف فيه ناس ممكن تقول لك إيه ده هي كده معقولة الإجابة آه يا عم هي دي الإجابة وهو أنت أصلا مش لازم أنت مش شغال في مفاعل نووي لازم تبقى الإجابة اللي هو إيه ده لأ لازم تمشي على خطوات لأ أنت ما بتحلش استاتيكة أو ديناميكة هي IQ كده ممكن تبقى إجابة أنت من وجهة نظرك شايفها أن هي مش دي الإجابة وهي دي مثلا أنت بتدور على حاجة تطلع بيها الإجابة تطلع بيها الحل لأن أنت لو جيت مثلا عدت دلوقتي عدد المربعات هتلاقي أن المربعات كلها عددها واحد هتجي تعدي عدد الألوان المربعات المسقسودة هتلاقي نفس الكلام فلازم تدور على معيار مختلف خالص ما يخطرش على البال فهنلاقي أن معيار الاتجاه مع المربعين اللي لازمين في بعض موجود يعني حصل الكل الاتجاهات معدد دي دي ألة سي بس بدلا ما هو تحت خلاهم فوق فبالنسبة لي دي هي الإجابة الغلط أو الإجابة اللي هي الصح أو عفوا يعني دي هي الإجابة اللي هو إيه الشكل اللي إحنا هنطلعه بره فدي هي الإجابة الصح تمام 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 which figure is aduan out رقم 13 برضو بيقول لي هنا إيه هو الشكل اللي أنا هتطلعه أو إيه الشكل اللي هيتطلع من في الأشكال دي تمام نتفرق كده برضو إيه على شكل شكل كده ونشوف عندي مربع أبيض وإيه والشكل ده كان جالنا في الأول خالص لما حللناه شكل شكل وبتاعه وكلام من ده تمام عندي مربع أبيض تمام وخط ومستطيل أبيض ومربع أسود تمام هنلاحظ إيه بقى يعني إيه في الأشكال اللي عندي دول اللي هو فعلا لازم إنه هو يطلع هلاقي إن الأشكال اللي عندي اللي هو لازم إنه هو يطلع الشكل بي واحد يقول لي ليه أنا هقولك ليه عندي إنت هتلاقي في الشكل إيه والشكل سي والشكل دي والشكل إيه المربع الأبيض بيقابله مربع أسود مربع أبيض بيقابله مربع أسود بالسامبوكسة كده مع ده الشكل بي المربع الأسود جنب المربع الأبيض هو ده الحل آه يا عم هو ده الحل ما أنت لازم تلاقي حاجة مختلفة تبطلع الاختلاف المختلف هو ده اللي يطلع بره دي فكرة السؤال المختلف هو ده اللي إيه اللي يطلع بره أول لو حاجة تكررت هي دي برضو اللي تطلع بره طيب السؤال رقم 14 which figure is odd one out برضو لازم تلاقي حاجة متخلفة هنلاقي عندنا إيه برضو الأشكال واحدة وكل واحد هنا مربع أسود مربع أبيض مربع أسود مربع أبيض ساهم اسود طالع منه بيبص على مربع اسود وفي ده Grö لاحظنا أنه هو في أربع أشكال thirsty وال 來 بيبص على مربع أبيض وطالع وفي ده Grö عم رب عسود معاه ده ايه؟ العكس. بيبص عم رب عسود وفي دهر عم رب عبيض. عشان كده الاجابة ايه هي الصح. ندخل عال سؤال رقم خمستاشر. هنا الاسئلة دي برضو بتبقى بالنسبة للناس لما بتجيلها اللي هو الفكرة الاعواد الكابريت او سميها زي ما تسميها. بتلاقي ان ايه ان الموضوع بيبقى مقزم معهم شوية. طب ولكن الحقيقة بصراحة هو ولا مقزم ولا حاجة. احنا هنلاقي ان الاجابة ادفع مما يمكن. انت لما تيجي تلاحظ كده هتلاقي في كل شكل. كل دايرة طالع منها عود كابريت. فردة بيضة وفردة سودة. فردة بيضة وفردة سودة. فردة بيضة وفردة سودة. فردة بيضة وفردة سودة. الشكل بي برضو نفس الكلام. فردة بيضة وفردة سودة. فردة بيضة سودة. فردة بيضة سودة بيضة بيضة بيضة. الشكل ايه بيضة وصودة. وبيضة وصودة. الشكل دي بيضة وبيضة. بيضة وبيضة. سودة وصودة. خلاص انت اللي احنا حلناها هو يبقى الاجابة. ر دي هي اللي تطلع برا. طيب. الحقيقة هنا برضو النوع ده من الاسئلة. يعني احنا بنقعد ايه? بنستشف في قواعد عشان نقدر ان احنا نوصل لاجابة الناس. واحنا بنعرضها. اه الناس تبقى مقتنع بيها. ما يبقاش بنقول كلامه خلاص يعني. فتعالا كده نشوف الاجابة الصح بالنسبة للايه للسؤال ده. هو هنا طبعا نجايب لك برضو نفس الكلام موضوع اللي هو الايه الاعواد الكابريت والكلام من ده. فاحنا هنحاول ان احنا نفهم اللعبة ماشية ازاي. طيب. هو هنا كان نجايب لك ايه دايرة فيها كلها اعواد كابريت برا مربعة ابيض وفيها مربعة سود. كان هنا. بعد كده راح هنا. بعد كده ايه? خد الاتنين مع بعض. بعد كده هنا كانوا المربعة. العودون الكابريت بصين على اليمين. بعد كده بصين على الشمال. بعد كده اتنين مع بعض. يمين والشمال. خد الاتجاهين. تمامي يعني هو الفكرة كلان هو بياخد الايه بيجمع الخطوتين دول مع بعض. نفس الكلام انت هنا انت بتاخد ايه? اللي بيحصل ان انت الخطوة الاولى والتانية بتتجمع في التالتة. يعني الخطوة الاولى يعني دول كان هنا اتنين هنا. اتنين هنا. Chan game في التالتين نفس الكلام هنا تاخد التلاتة دول. وباللي بتقبلهم دي وبتجمعهم في خطوة. تمام? يعني هتجمعهم في خطوة dodgeboarding. انت لمن تجي تجمع التلاتة دول? وتقل ده اللي هو اللون ده. بيقبلهم هتلاقي ان الاجابة ايه؟ C هي دي بيتحقق الشكل ده. الاجابة C هي 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 دي بتكمل السلسلة بتاعت ايه. طيب. which figure complete the series طيب النوع ده من الأسئلة احنا برضو ألفنا له قاعدة ما هنت لازم كل حاجة تألف لها قاعدة عشان خاطر تعرف تحل يعني السؤال بشكل منطقي طيب احنا لح اعملت قاعدة كده بتقول اسود واسود اسود 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 وبيض ابيض 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 يبقى اسود واسود اسود اسود وبيض ابيض تمام نفس الكلام هنا اسود واسود اسود نفعت اهيه اه نفعت ابيض وبيض ابيض اه اسود 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 طيب هنتبق نفس الكلام ده بالنسبة للمربعات اللي هم المربعين اللي قدام بعض دول عشان نوصل لنتيجة رقم 3 فتعال كده في ورق فاضية ونعمل القاعدة الجميلة دي تمام احنا قلنا عندنا هوا اسود وبيض قلنا ايه القاعدة هنا هوا اسود زائد ابيض بيساوي ايه اسود وبيض قلنا ابيض واسود واسود باسود وبيض زائد ابيض بيساوي ابيض انا مش عايز بس وقت الفيديو يطول بس عشان ننجز ونحل الناس الاسئلة كلها عشان في ناس كتير جدا كان بتدخل تقول لي يكمل فان شاء الله حاولنا ننجز عشان الناس كلها تستفيد والناس اللي عندهم تحنات تعرف تحل ان شاء الله فاحنا هنبدأ نطبع القاعدة عشان نحاول احنا ما نطولش اكتر من كده لان الفيديو تقريبا ندخل في ساعة خلاص فاحنا عندنا هنا اسود وابيض هيبقى تمام اسود وابيض هيبقى ابيض تمام ابيض ابيض وابيض ابيض اسود واسود قلنا ايه اسود ابيض حلوة اوي ناخد تاني حاجة ابيض واسود قلنا ايه ابيض واسود ابيض تمام وي اسود وابيض قلنا ايه ابيض وابيض وابيض ابيض طيب حلوة اوي اسود وابيض ابيض اسود واسود اسود واسود اسود يبقى اسود اسود تعال نشوف الشكل اللي هو فيه النتيجة دي اللي هو 3 ابيض واثنين ابيض وجنب اسود واسود ابيض اسود هنلاقي ان الاجابة دي هي اللي بتدينا ايه الشكل ده يبقى 17 الحل بتاعها هي الاجابة ايه هي الاجابة دي تمام بندخل على السؤال اللي بعده. السؤال رقم 18 بيقول لي ايه? عفوا السؤال ده الحقيقة في ناس بتبقى عندها مشاكل مع السؤال ده. في الحل بتاعه ما بتبقاش فهم السؤال. اصلا بيقول لك ايه? وبيقول لك يعني ايه? في الاربع اشكال ده دول لا ينتمي للمجموعتين دول. لا ينتمي. عشان فيه ناس كابتدخل تعلق وتقول لي لا السؤال غلط. لا مش عارف ايه يا جماعة انا انا ببقى امراجع اه قبل ما اطلع وسجل الحلقة ببقى حالي الاسئلة دي. ببقى يعني ببقى كاتب كبان الحل وبيبقى عارف انا بقول ايه? عشان اقدر ان انا اوصل للناس المعلومة صحة. والناس برضو تقدر عادي تدور على اجابة تانية لو هي مش مقتنعة باجابتي. بس فندخل هنا على السؤال فهو بيقول لي ايه الشكل اللي بالله ينتمي للمجموعتين. طيب تعالة بس الاول نراحز كده المجموعتين عندي هنا بيقولوا ايه? انا عندي في المجموعة دي ايه اللي بيميزها? عندي في كل شكل في معين ودايرة. معين سود ودايرة. مثلا معين سود مثلا وهلال. معين معين ودايرة. طب هنا في شكلين السود وشكل سود. ادي كده خاصية او صفة. حلوة اوي. الخاصية التانية ان في الشكل الجروب الاول في معين وفي الجروب التاني معين ومربع. طيب تعال نشوف ايه هما الشكل اللي لازي لا ينتمي. تمام? في المجموعتين دول. طيب. يعني ايه الشكل اللي هو مش بتوفر في الصفات الموجودة في الجروبين دول. تعال نشوف الشكل ايه? الشكل ايه? في معين اسود. او طب ما احنا فوق قلنا ان فيه خاصية بتقولك ان هو شكل واحد ومعين. الصفية ده موجودة خلاص بها مش ايه. بي شكل واحد مربع. طب ما احنا اتكلمنا وقلنا دي خاصية المتوفرة في الجروب اثنين. برضو شكل واحد ما اللون يعني شكل لونو اسود والشكل ده مربع. الخاصية دي موجودة. سي ا اه معين وديرا. اه معين وديرا. طب ما احنا لقينا ان في معين وديرا هون في جروب ون. طب الشكل دي مربع وديره. مربع وديره. هل المربع اجي مع الدايره? امتلاونين بسود؟ يعني الخاصة دي متوفرة في الجروب dob احنا مربع ومع ديره. هل المربع جي مع ادايره. هل هجي مع ديره؟ اه الدايرة بيضة مش سودة. فنلاقي اني الاجابة الصح هي الاجابة رقم دي هو الشكل الذي لا ينتمي للمجموعتين. ندخل في رقم تسعة وشر برضو نفس الكلام. ايه الشكل الذي لا ينتمي للمجموعتين? تمام. خلاص احنا بنفنش. اه جروب وان وجروب تو هو. عندنا ايه برضو? لاحزنا ان فيه مستطيل وبيقابله مربع. مربع اسود ومربع كبير ابيض بيقابله. مربع اسود ومستطيل. وبعد كده مربع وفي ايه دايرة? الجروب رقم اتنين مستطيل بيقابله مربع وجوه مربع اسود. هنا في حاجة زي شبه حرف الاتش. نفس الكلام مربع وبيقابله مربع وجوه مربع كبير. مستطيل بيقابله مربع وجوه دايرة. تمامي. احنا هنلاحز بالايه بمجرد النظر كده? ايه هو الشكل اللي لا ينتمي للمجموعتين. الشكل اللي هو ايه? احنا شايفينه كده بمجرد النظر انه لا ينتمي للمجموعتين. لو جينا بصينا على الشكل ده. هنلاقي فيه اخو فوق اه. الشكل ده هنا فوق اهو. شوف انا كنت هنا اهو في جروب اتنين. طيب اه جروب سي فيه منه اه. يعني فيه شبه هو. بس بعيدا عن الالتجاه بس هو فيه شكل منه. دي فيه هنا هو موجود فوق اهو. بي بقى اللي هو لا غريب خالص يعني في بي ما فيش اللي هو يعني هو في ده بس فيه مربع واحد لكن يعني في جروب اتنين جايب لك مربع واحد لكن في B جايب لك مربعين ومربعين لكن هنا مربعين ومربع واحد فطبعا الإجابة B مش موجودة في الجروبين أو هو الشكل ده مش موجود خالص في الجروبين فالشكل B هو الإجابة الصحيحة وهو الشكل اللازل A ينتمي للمجموعتين هنا السؤال طبعا مختفي هو برضو عايز يقول لك يعني إيه يعني إيه يعني إيه الشكل اللي هيجي يعني اللي هيكمل السلسلة دي طيب نركز كده بالراحة تمام ده طبعا سؤال رقم 20 طيب احنا قلنا في الأسئلة اللي زي دي احنا بنمشي زي نظام الايه اللي هو الزجزاج نظام الايه الزجزاج كان 5 3 انا نشوف هتنفع أو لا 5 3 1 5 3 1 تبقى ايه 5 احنا لاحظنا نهاية ماشي كده 5 3 1 5 3 1 يبقى اللي عليها الدور ايه 5 يبقى الإجابة هي C ايه ده بس بالسؤولة دي او بالسؤولة دي السؤال رقم 21 احنا بنقول اربعة فوق بعد كده نفوت وبعد كده نجيبها اربعة تحت بعد كده نفوت نجيبها فوق بعد كده نفوت نجيبها ايه تحت خلاص يبقى هي الاجابة بيه هي الاجابة ايه الصح يبقى الاجابة بيه جماعة هي الايه الاجابة الصح تمام السؤال 22 ده ده اللي هو نظام بنجو نظام بنجو الاسئلة دي الحقيقة سهلة ما فياش اي حاجة الناس ما عرفش ليه بتتعقد منها انت كل الفكرة اللي انت بتاخدها كمعطى من فوق بتكمل انت الشكل يعني الموضوع بالنسبة لنا انا شايف ان هو سهل مفيوش اي حاجة نركز بس في الايه في الاربع اشكال ده اللي هو الخط ده والسامبوكسا والخط اللي بيقابله يعني الخطين اللي بيقابله بعض والخط اللي هنا نفس الكلام خط وبعد كده مسلس فمسلس فمسلس او ايه اللي هو السيراميكا دي السيراميكا خط هنا كده وخط هنا وخط هنا طيب ننزل بقى على تحت احنا عندنا اللي هم الاربع اشكال دول موجودين فوق هنا هم ده. يعني الشكلين اللي بيقابلوا بعض هم. والشكل التالب بتعملهم. الرابع ده. يبقى احنا هناخد ده هنا نحطه هنا. ناخد ده نحطه هنا. تعال نحلها هنا كده اهو. هناخد ده كده. خلاص? مش. حطناه هنا. فضل شكلين. دول. تم دول. احنا هناخد ايه? هناخد اللي هو الشكل ده. هو ده اللي ايه? يبقى نفس الكلام. احنا خلاص استنتجنا ده حطناه في الاربعة اللي فوق. حلو قوي. هيبقى لسه فضل شكلين. المثلسين اللي لازين جمي بعضه هنم موجودين هم. بيقابلهم التالت اهو. لان الرابع بتاعه موجود هنا هو. تمام? الرابع بتاعه موجود هنا هو. فاحنا هناخد ده. هناخد الشكل ده. يبقى احنا هنا هو. هنرسم الرسمة هنا. ناخد ايه? عفوا. هناخد اللي هو الخط اللي معي الكده اهو. كده. هيبقى فاضل ايه? هو يعتبر احنا كده خلاص حلناها. يعني احنا لو جينا بصينا في الاجابات. هنلاقي ان الشكل دي هو اللي بحقق الرسمة اللي انا لسه رسمها على البنتر. اللي هي الرسمة دي. يعني الشكل اللي هيبقى متفضل اللي هو الايه? الشكل اللي هو المستطيل ده. تمام? فالاجابة دي هي الاجابة الصح. رقم 23. نفس الموضوع برضو. هنشوف هنا انا عندي دايرة او مربع واهلال. معين. هنا دايرة او مربع واهلال ناقصهم معين. يبقى ناقصهم ايه? اول حاجة هنا هو. المعين اللي ناقصهم. خلاص? دي سهل ايه? سهل ايه? تمام? يبقى احنا فرضنا ان احنا هنا حطينا المعين خلاص. هنا هلال ومربع. هلال ومربع. ناقص لهم ايه معين? يبقى. المعين هيجي هنا. تمام? عشان ليه? ليه هنجيب المعين هنا لان الهلال جنب منهم قدامه معين. يبقى الهلال بيبص على المعين. هيتفضل ايه تحت? اللي هي الايه? الدايرة. يبقى معين ومعين ودايرة. فين المعين والمعين والدايرة? الاجابة اللي هي ايه? طيب. السؤال اللي بعده. which figure is out one out? السؤال رقم 24. الشكل اللي هيطلع او اللي هما في الاربعة. الاربع سلاسل دول او في الاربع اشكال دول او في الخمسة دول اللي هيطلع برا. طيب. تعال نشوف هنا اتنين واتنين واتنين. اتنين واتنين واتنين. تماما. هنلاحز ان هما منتظمين. تمام? ادي اتنين واتنين واتنين واتنين. نفس الكلام. برضو. في رقم سي. ادي عود كبريت. واخد حرف الايه? اللي هي الزاوية تسعين. الزاوية تسعين. الزاوية تسعين. الزاوية تسعين. ايه? اربعة وفشهم اتنين. اربعة وفشهم اتنين. اربعة وفشهم اتنين. اربعة وفشهم اتنين. ادي ان هنا دول كانوا اتنين واتنين. بعد كده اتنين في حتة واتنين في حتة. اتنين قدام بعض زي بعض. اتنين اه كل. هنلاقي ان دي مش منتظمة. يعني ايه. ايه وبي وسي ويه. اللي ارباع منتظمين. دي هيا المش منتظمة. فدي هيا الاجابة الا ايه? الاجابة الصح. اخر سؤال عندنا. اللي هو وانا بيعتذر طبعا ان الفيديو طول جدا. هنلاحز هي هنا ايه? ان انا عندي اهدي مربع بنفس الاتجاه وقدامه مستطيل ابيض واسود. نفس الكلام. مربع قدامه مستطيل ابيض واسود. مربع قدام مستطيل ابيض واسود. يبقى ثلاث مربعات بنفس الاتجاه وشكل فيهم اللي مختلف. باصص ناحية تانية. يعني كلهم بصين من ناحية الشمال. ده اللي باصص من ناحية اليمين. نفس الكلام في الشكل رقم بيه. مستطيل مربع اسود وتحت منه مستطيلين باصص من ناحية الشمال. شمال شمال واحد يمين. يبقى ايه لغاية دلوقتي ماشيين? ثلاثة وواحد مختلف. سي. الاربعة تلات مربعات بصير من الشمال معادة ايه واحد مختلف تمام هنلاحظ انه ايه انه دي هي المختلفة ايه دي هي المختلفة اللي فيهم واحد يقول ليش معنى طب ما انت عندك سي زي بعض او سي الاربعة زي بعض وانت يا اما تلاتة واحد يا اما الاربعة زي بعض لكن اتنين واتنين دي المختلفة شوية تمام اتنين واتنين دي المختلفة شوية لأ وسواني كمان ده سي هنلاحظ ايه هنلاحظ ان الشكل ده والشكل ده والشكل ده زي بعض معده الشكل ده يبقى انا يعني سوري يعني في الموضوع هو انا في حاجة كده غلطت فيها هو نفس الفكرة بتاعت اي وبي و اي ان تلاتة وواحد تلاتة واحد معده دي اتنين واثنين فدي هي اللي غلط يبقى احنا لاحزنا ان المربع هنا ومربع هنا ومربع هنا كلهم بصيه ناحية ايه الشمال معده ده اللي بصيه ناحية اليمين هنا نفس الكلام في بي شمال 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 وده بصيه اليمين نفس الكلام هنا المربعات كلها في الشكل سي المربع ومربع ومربع هنلاحز ايه انه لو جينا دققنا كده هنلاقي ان برضو اه تلات اشكال كلهم اه مستطيل بيقبل مستطيل مستطيل بيقبل مستطيل مستطيل بيقبل مستطيل مستطيل بيقبل مستطيل معده ده المستطيل ده ده قدام عنده خلاص فلو ده دققت فيها هتلاقي ان انا بقوله ده صح معده دي اتنين واتنين فالاجابة الصحية دي كده انا خلصت الخمسة وعشرين سؤال بتوعي وخلصت النهاردة الحلقة بتاعت النهاردة انا اقسف طبعا ان انا طولت اتمنى ان انا ما كنش دايق تحدي بالان انا طولت عليكم يعني اه واتمنى الناس تدعي لي ما تنسنيش اه بدعوة ولو الفيديو طبعا عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير عشان الناس كلها اه تتفرج وتتعلم وتفهم الموضوع الايكيو ده وياريت الناس تتابعني وان شاء الله هنزل حلقتين تاني ببيدي اف تري وبيدي اف فور طبعا متنساش تعمل سبسكرايب وشكرا للناس كلها اللي بتتتابعني والناس اللي بتفرج علينا اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة